سقر دايما انا لما باجي خصصلك سؤال على العيب اللي اتقول لي انت جاي لا دا رزا سي سي واحمد كابوريا وخالد الغندور في مواجهة بسيوني ومحمد مجد وبكر الديارة هتا بتتكلم انا على ثلاثي متنوع ما بين السرعة وما بين الاداء المهاري ونحى التاني نفس القصة برده من وجهة نظرك مين اللي يغلب كافة الفريق يعني الفئتين متساويين في حاجات كتير وان كان يمكن نص ملعب الاتحاد شوية يمكن نوي السيد العيب كويس والعيب اميز ولكن في ايه هدين لا فيش تكاتب اسمك على الكرفتة اه دا الحرف بس مش اسمي الاسم هتلاقيه تحت القيم دا تحت هتلاقيه تحت تاريخ الملاد تاريخ الملاد تحت التوقيع بتاريخ الملاد تحت هنتكلم في الفنيات وهنتكلم في الكريفات طوال اخدت افاهم بس لا خالص بس تفضل تفضل فدلوقت فصلتين انت خالص انا بتكلم على التلاتة دول في مواجهة التلاتة دول انا عايف انا فاقي السؤال كويس انا مون كروح معك فاقي حاجة وايجه انا فاقي طيب ماشي بس خلينا اقول لك ان الانتحاد عليه النوايضة لو بيسعى ان يخرج من المقزك ده ده اسهل ماتش لازم يخرج بين النوايضة لان انت لما تيجي تبص الماتشاط اللي جاء الاتحادة وعنده طانطة وطانطة المفروضة ومنافس ليه هيبقى لقاء قوي جدا صح لقاء صعب وبعد كده عنده سموحة وبعد كده عنده وادة دجلة وادة دجلة نفس الشيء بايد وكمان منافس ليه على مسألة اللبوت ودي يعني الماتشاط دي بتبقى ماتشاط قوية جدا اغم ان المنافسين ممكن ان يكونش بكوة بس هو كمان عنده دوافة الاتحاد النهار ده طبعا الاتحاد عمل تدعمات كويسة الزاق سي سي واحمد كبير وخلوا هندول اعتقد لعيبة مهمين وبنهيني كمان معهم بايدو اعتقد لعيبة مهم جدا فهو قوى الشق الهجومي بالنسباله زاق كمان كان عنده قزمة وكان عنده مشكلة في قلب الدفاع ودي بدأ يحلها مع وجود شوق السعيد اعتقد اني بايدو ادى خبرات خبرات طبعا خبرات ولعب فترة طويلة مع الاسماعيلي راح الزمالك قبل كده جونة عنده خبرات كبيرة جاب ويلسون اكالبه كمان ويلسون بالزبط اعتقد ان ده زبط مصري صح ويلسون جاب مصري اعتقد انه زبط شوية المشكلة اللي كانت بتواجه الاتحاد السلاسة اللي قدام مع بناهيني سلاسة قوى جدا نفس الشيء بالنسبة لامبي عندك محمد بسيوني واتكلمته طبعا على محمد مجد اعتقد انه ماشي بشكل جيد وماشي بشكل كويس وهضيف بس جزئية حسن قالها العيب الزكي والعيب اللي عايز يوصل كل ما تبدأ الناس تتكلم عليه كل ما يكتهد اكتر وكل ما يزبط وجوده اكتر انما ان ده يقلل منه يبقى ده تعرف ان العيب اولا ما يقضيش روح نادي ما يقضيش روح نادي يبقى وشوفنا امثلة كتير فالعيب دايما اللي يتحط على الاسبوت ده لازم انا النهار ده لو 8% ابقى 10% لو 80% ابقى 100% لو ناس طلباني ابقى 150% ده بيديني دوافع اكتر ده بيديني ان انا اشتغل واكتهد بالظبط حافظ اكبر لو عمل غير كده انا اعتقد هيبقى صعب تواجده فيه الاهلي والزمان كنما طبعا لا خلاف لعيب مميز ويمكن الكابتل فاروق حبه من زمانه بيتكلم عليه بشكل كويس اول حد لافت انتباهي الحقيقة لمحمد مجد كاكب فاروق عفر بالظبط بالظبط لا طبعا هو لعيب عنده امكانيات كويسة ولكن برضو الامكانيات دي لازم تترجم داخل الملعب ان هو يفيد فيه اكتر واكتر كمان طول ما هو بيجتهد طول ما سأل اللعيب بيزيد وطول ما اتطلب عليه يزيد بشكل اكبر الدوافع الاتحاد يجب انه ده تكون اهم السلاس اللي يشتغل ده لازم يشتغل بشكل قوي عشو الادم ونوي السيد عليهم ضوء كبير لان طبعا نوي السيد انا شايف من لعيبة من احسن لعيبة بتطلع القرم تحت يجليها كويس لعيب هادي لعيب عائل بيعرف عنده رؤية كويسة ولكن بقى نوي دلوقتي عنده بط دي فيه مشكلة اه في الاول اه انت بحتاج لعيب زي ده انه عارف يرفع القرم عارف يتحرك يسند عارف طالع القرم من رجلي بشكل كويس عارف يكون عنده رؤية انه هو كمان بيعمل اللونج باس بيعمله كويس رجلي الاتنين شغالين بشكل كويس ولكن بقى يعيب نوي مهار ده انه بقى فيه جزء فيه بط عشو الادم لازم يشتغل بشكل اللي هو في الاول انا مدافع انه بايده فيه مشكلة عند عشو الادم انه هو كل تفكير انه عايز يوصل عشان الى اي صغر يشوت منها ده مش مطلوب طول الوقت ان انا شوت مطلوب طول الوقت ان انا وصل زمال فلازم الناس دي تشتغل على السلاسة اللي من تحت انهم ما يعيحوهم انهم ما يشتغلوا بشكل جيد نحن التاني طبعا فيه جزئيات اتكلم فيها عبد حليم مهمة ان الفئتين بنسبة 98% هو سبات في التشكيل واعتقد ان ده خلينا نشوف مبارك بالضبط اشتركوا في القناة